موسيقى موسيقى مساء الخير أبعاد هذا المساء يتوجه إلى مصر مصر التي تنتخب هذه الأيام بدأت الانتخابات في الخارج وستبدأ خلال الأيام في الداخل لكن الحلقة لا تناقش هذه المسألة المصرية الداخلية هي تناقش هذه الهواجس التي تشوب اليوميات المصرية إضافة إلى الطموحات التي تريدها مصر والمصريون لهذا البلد في هذا النقاش حاليا نستضيفه دكتور فؤاد عبد الرازق وهو إعلامي مصري أستاذ مجد موسى المحلل السياسي المتخصص في الشؤون المصرية وسيكون معنا من القاهرة الضيف دكتور عمر هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية وسيكون معنا أيضا من واشنطن الدكتور أدمان غريب أستاذ علاقات الدولية مع هذا الفاصل أتوجه إليك مباشرة دكتور عمر هاشم ربيع أذكر بأنك نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة أنتم تعيشون هذه الأيام لحظة معينة مرحلة معينة استحقاق معين داخلي لكن سؤالي لك وأنا متابع تماما لما تكتب وما تصرح به هو هذه الهواجس المصرية إلى أي مدى تجاوزتم الأخطر وأنتم تعيشون حاليا مرحلة انتقالية أو كيف تقيم هذه المرحلة التي تعيشها مصر هذه الأيام هي بالفعل محمد مليئة بالهواجس ولازالت تلك الهواجس موجودة نتيجة الأمور المتعلقة بالأساس من ناحية الرسمية بالمشكلات المرتبطة بالأمن والاستقرار والمحافظة على كيان الدولة من العمليات الإرهاب التي تكون بها جماعات الإخوان المسلمين الإرهابية وبعض الأطياف الأخرى من الجماعات التي خرجت من عباءتها كداعش وغيرها وهذه الهواجس هي هواجس حقيقية لكن بالتأكيد هناك هواجس أخرى وربما يترحى أطراف أخرى ترتبط بالمجتمع المصري وبالأساس هي متعلقة بالشؤون الذات الطابعة الاقتصادي والاجتماعي وربما السياسي أيضا صحيح أن معضلة الأمن هي المعضلة الأساسية وأنها هي التي يعلق عليها الكثيرين في الدولة والمجتمع مشاكل كثيرة لكن هناك إلى جانب تلك المعضلة مشكلات أخرى مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية يمكن أن نتحدث عنها بالتفصيل لو أردت ذلك دكتور عمر أبقى معنا سنعرض بشكل سريع لتقرير عبد الكريم مبارك حول هذه الهواجس أو هذه الطموحات التي تعيشها مصر ويريدها المصري سواء كانوا خشية من هذه الهواجس أو تجاوزها نحو الطموحات لن يتأخر أي مراقب في استنتاج أن الاقتصاد هو المحدد الأول للهواجس المصرية يعيش البلد على إقاع الخطط التي تطمح إلى انتشال مصر من أزمتها في ذلك بحث عن سبل رفع المداخل وترشيق الهيكل المالي وجذب الاستثمارات الخارجية وتحويل البلد إلى محطة دولية للطاقة في العالم تدفع القاهرة نحو تعميق علاقاتها مع السعودية ففي ذلك بعد في السياسة وبعد في الاقتصاد لكن مصر تتحرى أيضا ربط البلد بالعواصم الدولية تتحرر القاهرة من أي استفاف فلا شيء يمنع حيوية في مد جسور العلاقات مع الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والصين ولأن الاقتصاد أصل الداء فإن مصر لا تبحث عن أدوار مدوية في الخارج يبدو شعار مصر أولا القاعدة التي تقود خيارات أصحاب القرار في القاهرة لكن مبدأ مصر أولا يحتاج أيضا إلى تحرك القاهرة داخل ملفات ليبيا وسوريا وفلسطين ودول أخرى نهيك عن تحرك في إفريقيا يحمي مياه النيل مما قد يعيق تدفقاته المعهودة بات هجس الأمن محددا أساسيا لخيارات السياسة المصرية في الداخل والخارج حرب مصر ضد الإرهاب ليست كأي حروب يخضها هذا العالم ضد الإرهاب في القضاء على الجماعات أسئلة وجود تريدها القاهرة حاسمة حازمة لا تحتمل اشتهات لا تسامحا مع الإسلام السياسي ولا مجال للتساهل في مسألة التدخل الدين في شؤون الحكم وفي القطيعة الراهنة مع قطر وفي ذلك التوتر مع تركيا عزم على القطع أيضا مع الرعاة وقطع مع سلوك دفعت مصر كثيرا ثمن التساهل معه في السابق ربما تعيش مصر هواجس كثيرة لكن لبلد المئة مليون نسمة طموحات كثيرة للقفز إلى مصاف الدول الكبرى في العالم وعليه لا يتوقف الجدل بين السياسة وجماعات الثقافة والصحافة وداخل دوائر الأعمال وقطعات الإنتاج ذلك أن مصر في حراكها وجدلها تسعى أن تبقى أمة الدنيا دكتور فؤاد عبد الرازق حول هواذل هذه الهواجس أولا هناك في التقرير إشارة إلى موضوع شعار مصر أولا وهذا ليس شعار جديد في مصر مصر ابتعدت كثيرا عن ما كانت خطابة سابق الأيام النصرية والقومية إلى آخره لأن مصر تريد أن تهتم بشؤونها الداخلية لكن هل هذا الشعار حاليا هو المعمول به وهو الذي يؤجل أحيانا أدوار يعتقد أنها مطلوبة من مصر في المنطقة حقيقة والشعار مصر أولا هذا شعار صحيح ولكن يجب أن يوضع في إطار الظروف التي تعيشها المنطقة النظرة إلى مصر الآن يجب أن تختلف عن النظرة السابقة من حيث أنها التي تحمل هموم الأمة العربية بأكملها وأيضا في إطار ما يمكن أن يقدمه الأشقاء العرب لجعل مصر تبوى المكانة التي يريدونها لها فمصر أولا ربما يكون شعار داخلي ولكن ليس شعارا خارجيا بالمعنى المفهوم يعني ليس كما قال ترامب مثلا أمريكا فرست أو أمريكا أولا إلا إذا مشاينا على هذا لماذا ليس كما؟ لماذا بأي معنى؟ بمعنى أن الظروف والأمور التي تحيب بمصر حاليا من المشكلات التي استمعنا إليها سواء اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو الظروف والمتغيرات في المنطقة تختلف تماما عن أي فترة سابقة شهدتها مصر ولذا يجب على أي محلل أن يضع هذه الصورة في نطاق الظروف التي تعيشها مصر وتستحرك في إطارها لأن الحساسيات كثيرة التقاطعات كثيرة الصورة لم تكن أبيض وأسود فيه كما كانت في السابق هم تعرف من العودة ومن الصديق ومن التعلم معه فالحسابات والمعادلات أصبحت بالغة التعقيد في ظل متغيرات معينة وأيضا مصر وضعت نفسها في هذا الإطار فبالتالي كلمة مصر أولا ربما تكون على الصعيد الداخلي ولكن ليست على الصعيد الخارج أستاذ مجد موزة في هذا الإطار طبعا الكل يتعبر وحتى تقريرنا كان يعتبر أن الهاجس الأساسي للمصريين هو هاجس اقتصادي وأنا أريد أن أذكر بأن القنوات المصرية قبل أيام عرضت هذه المقابلة الشهيرة مع سندر نشأت مع الرئيس السيسي وكان أثناء المقابلة هناك عرض لرد فعل الناس العفوي في الشارع الكل يتحدث عن قل ما يتحدث عن موضوع الأمن وعن موضوع السياسة الخارجية ويتحدث عن موضوع الاقتصاد وعن موضوع الرواتب عن موضوع المسائل السكانية عن موضوع النمو كل ذلك هل إلى هذه الدرجة شعار مصر أولا بإمكانه حماية مصر وبإمكانه أن يجيب على هواجس المصريين المعبر عنها بشكل عفوي الحقيقة أنا ما أعتقدش أن شعار مصر أولا هو الشعار اللي يجب أن يسود دلوقتي ده أسباب كتير أسباب داخلية وأسباب خارجية ولكن على كل حال مفهوم مشاعر الناس أنه مرت بفترة يمكن كتير من الشعب حس أن وجود البلد نفسه كان نفسه مهدد وجوديا وبالتالي أرادة الفعل الطبيعية أن فيه رقبة في الحفاظ على النفس ومحاولة تركيز الجهود أنك تستمر الصامد على رجليك الكلام عن الاقتصاد الذي تشرف الدكتور فؤاد ودكتور عمر فيه الكام سنة اللي فاتوا هزوا كيان الاقتصادي بتاع البلد بشكل يمكن ما كانش حد يتخيله حتى اللي كانوا بيسعولوا ربما لما يتوقعوا خزينة الدولة كانت فضية واحنا الاقتصاد في مصر ما هواش اقتصاد ريعي وفي الغالب قيم على الأعمال والدرائب وقليل من الدخل الريعي ولكن دور حرب الغاز اللي اشتعلت في المنطقة في محاولات تركيع وتفكيك وتحجيم الدور المصري يمكن لها دور كبير في ضعف حالة الاقتصاد المصري وان الناس في الشارع تشعر بوجود تحسن اقتصادي سنعود الى موضوع الدور المصري لكن اريد ان نعود الى القاهرة مع دكتور عمر حولوا للمسائل الداخلية اولا هل هناك لقاش داخلي مصري حول موضوع علاقة الارهاب بهذا هذا استاتيكو المصري الداخلي وهل فعلا وكما استمعنا الى ردات فعل الناس هل كل هذه المشاريع المعلنة بأرقام خيالية هل تتأخر في ان يشعر بها المواطنين هل هناك تأخير في الموضوع وخصوصا ان استمعت الى الرئيس السيسي يعيد المشكلة الاقتصادية المصرية الى عام 67 وكأن مصر حتى الان لم تتجاوز النكسة من ذلك التاريخ شوف هناك طبعا وجهتي نظر في هذه المسألة من الموضوع الامني وجهة نظر بتتحدث وهي وجهة نظر رسمية وينتمي اليها قطاع مؤتبر من المجتمع المصري ويتتحدث على الان مواجهة الارهاب ومواجهة العنف هو ذات اولوية واولوية كبرى ويجب انها تحسن بشكل او باخر لصالح عودة الامن للمجتمع المصري هناك بالتأكيد وجهة نظر معارضة وتتحدث نتيجة ان كثيرا من هذه الاجراءات التي تقوم بها الدولة تصيب المواطن المصري اكتر ما تصيب الجماعات التي تقوم بعمل الارهاب ومن ثم ترى وجهة هذه النظر ان هناك نوع من التلك او هناك نوع من تعليق شماعة عدم الاوضاع السلبية الموجودة على جماعة الإخوان المسلمين حتى تستمر السلطة في التواجد على رأس المشهد هذه وجهة نظر وتلك وجهة نظر المقابلة المقابلة زي ما ذكرت لك انها تستند الى ان عديد الاجراءات التي تقوم بها السلطة لا تصيب الارهابيين ولكنها تصيب المجتمع بشكل او باخر هذه واحدة الأمر الثاني تعليقا على الشق الثاني من سؤالك أن هناك يجب أن هناك حقيقة مهمة للغاية على الأقل في رأيي وهو أن الحالة الاقتصادية والاجتماعية في مصر مرتبطة كثيرا بالخارج لا تستطيع أن تفصيلها عن الخارج على الإطلاق هناك لديك قناة السويس مرتبطة بالخارج هناك لديك السياحة مرتبطة بالخارج ولنا أن نتحدث هنا عن المشكلات التي تسببتها إسقاط الطائرة الروسية منذ عامين هناك مشكلة الصادرات صادرات الغاز وصادرات البترول وصادرات القطن المصري والتي ما كانت عندما كان القطن المصري في أوجه لكن هناك صادرات معتبرة هذه الأمور وصادرات بالتأكيد صادرات الخضر والفاكهة الخضروات والفاكهة كل هذه بالتأكيد مرتبطة بالخارج لديك أمور متعلقة بقناة السويس هناك أمور متعلقة بالمصدر الأساسي للعملة الأجنبية المصرية أو العملة في مصر وهو التحولات العاملين في الخارج كل هذه لديك صد النهضة المرتبط بمشاكل المياه القادمة ومرتبط بأسيوبيا لديك كم معتبر يا محمد من المشكلات ذات الطبع الاقتصادي والاجتماعي مرتبط إلى حد كبير بالوضع الخارجي ومن ثم يصبح قرار أو صانع القرار المصري مقيد بمجموعة من الاعتبارات ربما حتى بيجدها في بعض الأحيان متنفرة أو متصادمة عندما يحاول أن يعالج مشكلة ويفجأ بمشكلة أخرى ظهرت في مجال آخر فكل هذه الأمور يجب أن تأخذ في الحزبان إضافة طبعا إلى موضوع الهاجس الأمني الذي يكون له أولوية إضافة إلى الشأن الاقتصادي أريد أن أعود إلى النقاش الداخلي المصري دكتور عمر حضرتك تحدثت عن هذا الموضوع وأنا لفتني مجموعة من التصريحات التي لها علاقة بالانتخابات التي حضرتك لا تعتبر أن هناك انتخابات هناك حالة استفتاء حاليا موجودة هل تعتبر أن المرحلة التاريخية المصرية تتطلب هذا الاستفتاء وتطلب هذا الاستقرار وهذا الثبات على رأس الدولة وهل المواضيع التي تتحدثت عنها المواضيع الخيرات الاقتصادية هل هناك جدل داخلي مصري أم أن القرارات تأتي من السلطة أكثر مما هو جدل بين دوائر الاقتصاد المصري الداخلية لا أنا أتصور أن الدعوة أو الاستقرار الضمان له بالأساس هو أن يكون هناك مناخ ديمقراطي ومناخ من حرية الرأي والتعبير أما وإن ندعو المصوتين أو الناخبين إلى الزهاب إلى صندوق الإقتراع والإذلاب أصواتهم ثم نمتنع عن أو يحصل هناك منع للترشح من جهة أخرى فهذا هو نوع من التعارض ولا أحد يلوم إلا ذاته إذا لم يذهب المصوتين أو الناخبين إلى الإقتراع لا يمكن أن تزرع شوكا وتجني حنضر أو العكس تزرع حنضر ثم يمكن أن تزرع شوكا إلا وتجني شوكا لا يمكن أن تزرع وردا وتجني رائحة خبيثة أكيد هناك رائحة طيبة لكن ومن ثم في أن عدم وجود أو منع متنافسين حقيقيين أو زوء اعتبار في المشهد الانتخابي أنا أتصور أن هذا من المسالب الرئيسة للعملية الانتخابية والتي يحولها إلى استفتاء أو يحولها إلى نوع من أنواع المباعة خاصة أن الرئيس السيسي له إنجازات كبيرة ومن ثم إن كان تم فتح الباب للمترشحين على مصرعيه مؤكد أنه سوف كان يفوز أيضا بنسبة معتبرة في تلك الانتخابات لكن لماذا التحجج أو لماذا التأكيد على الفوز بنسبة 99% كان ممكن أن يفوز الرئيس بنسبة 80% أو 70% أو 85% ما أريد أن أقوله في المجمل وربما أقول الانتخابات هي محطة من المحطات البسيطة لكن في المجمل أن حرية الرأي والتعبير ومناخ العمل الديمقراطي وهذا هو الأهم وهذا هو الفوكس الأساسية الانتخابات ربما تكون شيئا عابر وسوف يمر هي العملية الأساسية التي يجب الاستناد إليها لمواجهة أولا العنف والإرهاب أيضا للمواجهة أي مشكلات ذات طابع اقتصادي أو طابع اجتماعي في المجتمع يمكن من خلالها إحداث نوع من الشراكة شراكة المواطنين في كل هذه الأمور في مواجهة الإرهاب وفي ترشيد التعليم وتحسين أوضاع الصحة والاعتماد على المواطن العادي في دعم جهود التنمية في بلاده حتى تزيد معدلات التنمية وبالتأكيد سوف تكون هناك أمور أفضل أو مردود أفضل اقتصاديا واقتماعيا وسياسيا ابقى معنا دكتور عمرو ابقى معه ضيوف الكرام سنعود إلى هذا النقاش المصري المصري حول الهواجس والطموحات لهذا البلد نتحدث عن مصر بعد الفاصل أهلا بكم من جديد أبعاد في القسم الثاني مصر الهواجس والطموحات دكتور فوق عبد الرازق حول موضوع حول موضوع أن مصر متفرغة لشؤونها المصرية وبالتالي ليس هناك منطق لدور مصري قومي إلى آخر هذه الشعرات الكبرى يبدو من خلال النقاش في القسم الأول أن هذا غير صحيح وأن الأمن المصري الاقتصادي والأمن المباشر يتطلب دورا مصريا سواء دكتور عمرو تحدث عن مجموعة من القطاعات لكن أنا أضيف على ذلك أيضا مياه النيل التي هي أساسه وبالتالي أيضا الدور المصري أو العلقات المصرية الخارجية هي كفيل بتأمين مجموعة من الملفات لكن هل تلعب مصر هذا الدور وهل هذا الدور يشبه أي دور لها في التاريخ الحديث الدور طبعا هو التشابه غير موجود لأن كما قلت المرحلة تختلف اختلافا كليا وجذريا بالنسبة لأوضاع مصر ولكن قيادة مصر للمنطقة أمر لا يختلف عليه إثنان وهو يعني دور قدري يعني من قدر مصر أن تلعب هذا دور شاءت أم أبد وليس بحثا عن دور بقدر بالقيام بالدور المطلوب منها لأن دور المصر يرتبط تماما بدور الخارجي يعني لو لا مصر في المنطقة استقرار مصر من استقرار الأمة العربية ضعف مصر ومن ضعف الأمة العربية وده لاجب أن تستواب الدول العربية أن قوة مصر من قواتها وإذا غفرت عن هذا فهذا يعتبر شرخ كبير في الأمر الدور المصري لا يدعي بطولة بقدر ما يريد أن يثبت الثوابت التاريخية والدور المنطقة باعتبارها تمتلك أكبر جيش في المنطقة باعتبار القدرات والمقدرات الموجودة فيها لكن كيفية لعب هذا الدور ربما تختلف من مرحلة إلى أخرى ربما من الحسابات التي تضحى مصر في الحسبان بحيث تتعامل مع هذه الأشياء يعني مشكلة الاندياه النيل والسد وهذه الأمور تطلب معالجة من نوع معين تختلف عن المعالجات السابقة التي هي فرض القوة ونحن الأقوى وإذا لم تحتلوا أذهب وأضربكم هذا منطق أصبح غير مقبول في العالم الحديث لأنك لست في محيط تلع فيه وحدك أريد فقط أن أقول أن الصورة ليست ربما بالقتامة التي تم تصويرها فيما فهمت مثلا من الدكتورة عمرة والأستاذ مجدي لأمنة مشكلة مصر إذا كنا نتحدث عنها واجسة محاطة تمثل فيه أطعمه من جوع وأمانه من خوف بمعنى مشكلة هي اقتصادية ومشكلة هي أمنية المعاول هنا أن الناس يستعجلون الحلول فاستعجال الحلول أمر يضر أيضا بهذا الشيء لأن الحلول السهلة كانت موجودة يعني لو أراد الرئيس السيسي أن يتجي إلى تجاه شعبوي كان ممكن يصرف عدد من المليارات التي جاءت للمساعدة على إنعاش الشعب هذا حل سهل وهو يقول أن الاستثمار في الغد هو الذي أخر وبالتالي لو كان الاستثمار فقط في اللحظة كان بالإمكان هذه النقطة لا تريد أن أصل إليها إلا أن العلاج في هذه المرحلة إذا كان علاج إذا أردت شعبية فأمن السهل جدا أن نحققها لكن خطورتها أنها ستحقق لك شعبية على المدى القصير وليس تضر بالبلد والأجيال القادمة على المدى الطويل وذلك ده أخذ الإصلاحات الاقتصادية وتعويم سعر الجنيه ورفع الدعم عن بعض الأشياء هذه دواء مر ولكن يجب أن يتجرعه المواطن المصري ربما لو كان هناك بعض التخفيف بالنسبة للأولويات من الشعب الكبرى صرفت على ناحية فقط لأن الشكوى من ناحية الاجتماعية وارتفاع الأسعار وهذه الأشياء كان من السهل معالجتها بهذه الطريقة ولكن الطموح كان كبير ولكن طموح للمستقبل وليس للحظة الآنية لأن أي رئيس يريد أن يكتسب شعبية سهل أن يبعث لكن هو رئيس سيسي وصل إلى المرحلة القصوى من الأشياء فهذه هي نقطة مهمة وأيضا أتكلم عن الإعلام الإعلام ربما تفرغ دوره لموضوع الإخوان والأشياء لكن لم يوصل الرسالة بتاعت الدولة بالشكل المضبوط المواطن لا يحس بالإنجازات إذا سألت المواطن عن الطرق لن يستطيع أن يقول لك شيئا لأنه لم تعرض عليه هذه الأشياء إلا بعدما تم التنبيه على الإعلام أنه يجب أن يتحدث عن الإيجابيات لا يوشعر الناس باليأس وأن كل شيء قاتب وأن كل شيء غير قابل للحل ثم أنك أمام شعب مستوى الانتاجية عنده ضعيف لا يصلح معه إلا العلاج بهذه الصدمات شيء ينجز في ثلاث سنوات لا ينجزه في سنة وينجز في هذا السنة هذه له دلالة أيضا هذا هو نوع العلاج المطلوب في هذه المرحلة هذا ستايل جديد الشعب واخد على النظام الأبوي اللي هو يعني الأب يأتي بيهه كل شيء لكن في عين الدور الذي يجمل الأنعب هذا الإعلام مسؤولية كبيرة في هذا النحي الأعلام غطى كل شيء وركز فقط على مسألة طبعا نحي مهمة موضوع الأعلام أيضا بين دوره التطبيلي بين مزدوجين ودوره أيضا في محاكاة الاجتماع والواجهش لو كسب مزدقية الشارع عندما يأتي لما تصحفه بالتطبيل الشعب يصدقه لكن للأسف هو ما اكتسبش ثقة الشعب بحيث لما يعرض عليه الأشياء دي لما طولوا منه ولكن في مرحلة متأخرة فأصبح الدور يعني مفتاك جهد كبير كي يكسب ثقة المواطن فيما يخوف أستاذ مجد يموسى حول هذه المسألة أعيد للسؤال حول موضوع الدور المصري طبعا حضرتك تعيش في الخارج والسؤال الأول لأي مصري هو أين مصر حاليا والجواب البسيط والسهل جدا أن مصر مشغولة بالإخوان ومشغولة بالإرهاب ومشغولة بمشكلة الاقتصادية فبالتالي لا تفتش عن دور لنا في سوريا ولا ليبيا ولا العراق ولا اليمن لكن أيضا من خلال دكتور عمر ودكتور فؤاد لا مصر تحتاج إلى هذا الدور الخارجي من أجل أمنها الداخلي أين تجد هذا الدور حاليا أعتقد أنه مفروض على الإدارة الحالية لظروف كثيرة محيطة بيها يعني مثلا المسألة الإثيوبية أنا واثق أن في مجهود لا يتوقف ليل ونهار لحل هذه المسألة لن نسمع عنه كثيرا الخلاف مع السودان نفس المسألة بين وقته الثاني نفاجأ أن سيادة الرئيس البشير شرف في القاهرة وكله كويس بس يعني ما فيش تغطية مستمرة ويومية وكأن هذه تغطية غير مطلوبة أنا أعتقد أن هي يمكن محكومة بأكتر من عامل منهم عوامل شخصية ربما طباع الشخصية لبعض الأفراد الموجودين في الإدارة الحالية وفي الجزء الآخر وهو أن في بعض الأحيان أنت مضطر زي ما بيقولوا بالمصر البلدي يعني داري على شماعتك تقيد أو استعينوا على قضاء حوالكم بالكتمال لأن في بعض الأحيان لو فيه خصوم كتير متربسين بيك وانت تقول لهم خلاص أنا بكرة هارح من هنا إلى هنا وبعد بكرة إذا بوجعكم في الحد سيزرعوا لك ألغام كتير في الطريق فربما هي مسألة مؤقتة محكومة بظرفها ولا أعتقد أنها حتى تتعدى هل تملك مصر إمكانات السياسة الخارجية تملك إمكانات عسكرية وأمني ومالية أيضا للسياسة الخارجية لأي دولة كبرى تريد أن تلعب دورا في الخارج حاليا لا أعتقد أن هذا متوفر بشكل كافي نتيجة لأن العوامل الجغرافية السياسية الموجودة في المنطقة تتحرك بشكل شبه يومي حوالينا ما أنتش عارف في تركيا يوم هنا تركيا يوم هناك الأمريكان يوم مع فلان يتلن يوم يضربوا في نفس الفلان ولكن واضح أن في تصميم بين الدول العربية الكبيرة المؤسرة على رأسها طبعا المملكة السعودية ومصر وبمشاركة الإمارات وربما في أطراف أخرى لم يعلن عن دورها بعد مصرين على أن يكون فيه قيادة حكيمة بقدر الإمكان للفترة الحالية لأن المنطقة منطقة الشرق الأوسط كلها شبه مشتعلة يعني سوريا مشتعلة الأمور في فلسطين محتلة مش في مكانها الصحيح لبنان بيعلم الله ما فيها العراق على العوض مصر بتعاني المشاكل كتير السودان بتحارب في درفورو بتحارب في الجنوب بتحارب في أريتريا وإثيوبيا عندها نفسه فالموقف محتاج شوية حكمة حكمة دكتور عمر طبعا استمعت إلى وجهات النظر من القاهرة أين هي مصر حاليا وهذا طبعا سؤالنا نحن غير المصريين المهتمين جدا بالدور المصري أو بعودة هذا الدور المصري كيف تقيم هذا الدور حاليا الأمور مقيدة للغاية لصنع القرار المصري يعني تجد هناك قيود كبيرة جدا يعمل فيها صنع القرار المصري فهو عليه بالأساس رفع لافتة أو شعار ارتباط أمن مصر القومي بأمن ارتباط الأمن للقوم العربي بأمن قوم المصري ثم تجد أن هذا الشعار في وقت من الأوقات عندما يتعرض للاختبار تجد نفسك كصنع قرار مرتبط بربما وجود صدام مع إيران ربما مرتبط بوجود صدام مع تركيا ربما مرتبط بوجود صدام مع كينات أخرى يعني ما أريد أن أقصده أن كثير من الأمور هي مرتبطة بمجموعة من القيود الكثيرة التي تحيد وبالتأكيد إغضاب طرف على حساب طرف آخر ربما يؤدي لك لمشكلات كثيرة فما يقال لك بالمثل المصري ما يمكن أن نخيطه في الثوب من هنا أو كلما نخيط في الثوب من هنا يتم خرقه من هناك فعندما تتجه إلى معالجة أزمة فإيس بيك أن تجد أن تلك المعالجة سهمت أو أدت إلى مشكلات أيضا تجد مشاكل كبيرة جدا فيما يتعلق بسوريا وموقف مصر من أو خشية مصر من أن دعم الإرهاب أو دعم الجماعات الإرهابية سوف يصدر إرهاب إلى مصر بشكل أو بآخر وأن تفتيت سوريا ربما يحول المنطقة إلى نوع من الفسيفساء فبالتأكيد هذا أيضا يدر بالأمن القوم المصري دكتور عمر وكأنك تقول أنه حاليا الدور المصري هو دور وسطي هو يحاول مسك الخيط الخيوط من الأطراف وليس هناك استراتيجية مصرية مستقلة وكأنه هو في مرحلة انتقالية هذا الدور نعم بالضبط أنا متفقت معك تماما أنه هناك يجب أن يكون هناك حسابات محددة ودقيقة للغاية لكن ربما يربك المشهد أنك لديك أكثر من مؤسسة تعمل في هذا المكان ربما تجد الدورة الخارجية لها دور في بعض معالجة بعض الأمور طبعا المؤسسة العسكرية لها دور المخابرات العامة لها دور الأمن الداخلي حتى الأمن الداخلي دكتور فؤاد عبد الرازق هل تفضل؟ أنا أريد أن أتحدث عن الدور للتوازن الذي أحدثه الرئيس السيسي في العلاقة بين أمريكا وروسيا علاقتهم بالطرفين وهذا شيء جيد لأنه الذي يتحكم في عالم اليوم وهي الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا هناك قيادة جديدة ترامب يجب أن يحسب لها حساب لأنه لا يعرف كيف تتصرفها أنه رئيس يحكم العالم بالتويتر كما قلنا فوجود علاقة جيدة مع الطرف الأقوى في العالم ولو تفتحدى هذا أمر جيد أيضا أمر جيد يكون لها علاقة طيبة جدا برئيس رئيس بوتين وروسيا عمول بإمكان هتين قوتين مقارنة في العلاقة المصرية الأمريكية والمصرية الروسية لا أقول عن مقارنة أنا أقول على السياسة المصرية الخارجية فيما يتعلق بالقبين العظمين في العالم وضرورة أن يكون لا تخيل أن مصر لها علاقة متوترة مع أمريكا يفيدها ولا علاقة متوترة مع روسيا فأحدثت هذا التوازن وهو توازن جيد أيضا لأنه لا تستطيع أن تعتمل على طرف واحد فقط يعني كان هناك ميل نحو الروسية ثم ميل نحو الأمريكية فالآن أصبح هذا التوازن بحيث مصر يحسب لها حساب لا على أنها قوة اقتصادة ضعيفة ولكن على أساس أنها قوة مؤثرة في حل مشكلات المنطقة ومشكلات العالم ويجب أن يأخذ أمرها في حزبها من هنا تأتي قوة الدور المصري الخارجي ومن هنا تأتي أهمية وجود علاقة جيدة بين مصر وأمريكا وبين مصر وروسيا في هذا المجال لأنه من خلال هتين القواتين يمكن أن تحل الكثير من المشاكل دون أن تجر إلى خدمة جهة معينة أو قضية معينة حتى اشتراكها هذا ما أسميته الدور الوسطي الدور الوسطي المحسوب لما يستمع لدكتور عمري يحس أن هناك افتباك في المشاكل أو لا يوجد سياسة محددة لا أعتقد ذلك لا يمكن أن يكون الأمور ضبابية بهذا الشكل أو ارتقالية بهذا الشكل لكن نحصنا بالأون الأخير حتى نتكلم ودكتور عمري من الأشار إلى موضوع اليمن إلى آخر أن مصر تحسب تبالغ في سياسة الخارجية إلى درجة قد توقذ شقوك من بعض الحلفاء أو قد يعتبر هذا الحليف هذا أمر يقدر لأن لما أراد الآخرون أن يجروا مصر إلى هذه النقطة تكون طرف الحرفية تتدخل ولكن بحساب المصالح وبحساب قدر قوتها لتدخل لازم يكون بقادر قوة ثم لا يمكن أن يقول كما قال الصابر بن الحارب حتى آخر جندي مصري هذا غير مقبول في العصر الحالي أستاذ مجدي هناك كمان في مصر أو خارج مصر من ينتظر منذ عقود الدور المصري ونحن الآن ما زلنا نعتبر أن الدور المصري قادم لم يأتي بعد هذه العلاقات تحدث عنها الدكتور فؤاد مع موسكو، مع واشنطن، مع الاتحاد الأوروبي، مع شرقاً في الصين أيضاً مع دول عربية تم الحديث عن الإمارات أو السعودية لكن حتى الآن هذا الدور المصري وكأنه بصدد النمو أن يأتي يوم ويفاجئنا هل لديك هذا الانطباع؟ اسمح لي لا، أنا ما أعتقدش أن الدور سيجي ويفاجئنا ولا حاجة، بس هو الدور اللي حضرتك بتتكلم عليه وده دور بتلعبه كل الدول المصالحة يعني هو له عناصر قوة وله أدوات هذه العناصر والأدوات طبعاً أنا مش حوصل لمرحلة دكتور عمر أنا سمعته شوية حسيت أن يعني في حاجة في الخريطة بتحصل كلها ارتباكات وكلها منع وكلها استفتاءات وهواجد لا لا، هي أسئلة فعلاً أسئلة نحن يومياً نسأل هذه إلى أين الدور المصري في هذه الزاوية في هذا المنبر بالنسبة للدور المصري الدور المصري حيكون موجود لما عناصر القوة بتاعته تتواجد ببساطة شديدة محتاجين الاقتصاد يقوى القوة العسكرية يعني إلى حد ما أعتقد أنها في حالة جيدة إنما عناصر القوة معروفة الاقتصاد أمن داخلي رد فعلي شعبي ووعي شعبي كبير وكل ده جاي في الطريق مش هيبقى مفاجئ مش هيبقى مفاجئ ما فيش ما هياخد وقته ما تنساش حضرتك أننا من 7-8 سنين يعني هناك نسبة الشك أساساً أن مصر دي حتى السمر كمصر فأعتقد المسألة حتى ياخد وقت ومجهود وعمل دقوب وخطوات فوق خطوات وانت بتعمل في وسط قوة كلها بتتجاذب وتتعافر ودخل براكين حالياً الأمر ما هوش بالسهولة الشديدة وأنا أعتقد أن الإدارة المصرية بأشكالها تتحرك كوحدة واحدة حتى لو كان فيه اختلاف داخلي بعض وجهات النظر إنما في النهاية الحركة بيبقى توجهها واحد ما فيش مخابرات شغالة في حتة وجيش شغال في حتة ورئيش شغال في حتة أنا ما أعتقدش أن ده موجود الإدارة بشكل كامل ربما بيحصل مناقشات داخلية ولكن في النهاية بيتم الاتفاق على توجه والتوجه ده بيتم تمسك به ولا بديل عن كده لأن أي هزة في تماسك الإدارة يعني البلد لن تتحمله ولا أعتقد أن ده موارد يعني طيب في القسم الأخير سنستضيف دكتور أدمون غريب وذكر بأنه أستاذ علاقات دولية في واشنطن لكن أيضا سيحدثنا يعني سيثير ما أثاره الدكتور فؤاد عبد الرازق حول مسألة العلاقة بين واشنطن وموسك كنا نتوقف مع فاصل قصير نعود بعد قليل مصر الهواجس والطموحات القسم الأخير من أبعاد هذا المساء سأنتقل إلى واشنطن كنا طرحنا أسئلة على دكتور أدمون غريب وستاذ علاقات الدولية في واشنطن لفتني في هذا الجواب أنه يتحدث طبعا على علاقات تاريخية بين مصر والولايات المتحدة لكنه أيضا يجري هذه المقارنة بين تقدم العلاقات المصرية مع روسيا والعلاقات التي مرت بفتور مع واشنطن وهي تتطور تحت إدارة الرئيس ترامب بدون شك أن العلاقات المصرية الأمريكية قد شاهدت مراحل مختلفة من المد والجزر لحد ما كانت هناك مراحل تاريخية وكانت فيها العلاقة متوتدة جيدا وكانت هناك أيضا مراحل شاهدة الكثير من الخلافات والتوترات ولكن إجمالا يمكن القول بأنه في خلال السنوات الأخيرة وخاصة منذ وصول الرئيس السيسي إلى السلطة في مصر كان هناك بعض المواقف المختلفة في الولايات المتحدة كان هناك مثلا قسام في الكونغرس كان هناك من انتقد ما اعتبروه في ذلك الوقت مثلا عملية انقلابية وكانت هناك العقوبات أو التخفيض المساعدات لمصر التي نضر إليها كعقوبات في نفس الوقت كان هناك أيضا أصوات أخرى في الكونغرس وفي الإدارة ترع بأن مصر بلد مهم جدا في المنطقة أن مصر هي شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة ويجب الحفاظ على العلاقات مع مصر لعدة أسباب على الرغم من بعض الخلافات كما أنه طالب البعض بأهمية تجاوز هذه الخلافات ولكن في نفس الوقت أيضا كان هناك قلق لدى بعض الدوائر الأمريكية من العلاقة مع روسيا هناك خاصة وهذا يستمر حتى الآن إلى حد ما ولكن هناك أيضا عطوا ولكن هناك من يعترض بأن كل دولة لها مصالحها لها رؤيتها تريد أن تقامت على عقاتها لخدمة مصالحها القومية وهذا ما يقوله الرئيس الأمريكا أنه في الوقت الذي هو يريد أن يعيد عظمة الولايات المتحدة إلى عظمتها كما يقول فهو يقول أن هذا ما تسعى إليه أو يجب أن تسعى إليه الدول الأخرى بدون شك هناك انزعاج لدى عدد من الدوائر الأمريكية من التقارب الروسي إن كان ذلك في مجال التماسي السياسي أو التجاري أو الاقتصادي ولكن لا أعتقد أن هذه الرؤية أو هذه النظرة لتحسن العلاقة الروسية المصرية هو بالضرورة أمر سلبي لأن في نفس الواقع أيضا هذا يدفع الولايات المتحدة للعمل على تحسين علاقاتها مع مصر إلى القاهرة دكتور عمر من جديد حول هذا التخوف أو التحفز الأمريكي عن عودة العلاقات المصرية الروسية أريد أن أفهم منك فعلا أولا مستوى هذه العلاقات وهل بالأمكان القول أن هذه العلاقات تعود بمصر إلى زمن الاتحاد السوفيتي ثانيا هل الخيارات المصرية واضحة في العلاقة مع واشنطن بمعنى أيام بعد كام ديفيد كانت العلاقة استراتيجية أساسية مع الولايات المتحدة هل حاليا ما زالت هذه العلاقة أساسية أم أنها جزء ممكن أن نقول أساسي لكنه ليس الأساسي في علاقات مصر الخارجية شوف محمد دائما من يتحدث عن العلاقات المصرية الأمريكية أو المتحدثين دائما عن هذه العلاقات بيأخذوا العامين 78 و 79 كم قياس لطبيعة هذه العلاقة سواء كانوا يتحدثوا عن ما قبل هذه الأعوام أو ما بعد هذه الأعوام هم يأخذوا هذا الأمر على اعتبار أنه هو السند الأساسي أو السند الأساس أو المرجع الأساسي لقياس مدى التوتر أو مدى التحسن في العلاقات المصرية الأمريكية هذا في تأديل ربما يكون فيه نوع من المبلغة أو أصبح غير سليم في الوقت الحالي بالتأكيد دخلت فواعل أخرى على العملية السياسية فيما يتعلق بعلاقات مصر مع الغير أو علاقات الغير مع مصر دخل عامل الإرهاب أو فاعل إرهاب الذي أصبح بشكل أو بآخر فاعل من الفواعل الدوليين هذه واحدة الأمر الثاني التطورات التي حدثت للقضية الفلسطينية أيضا في خلال هذه الفترة جبت بشكل كبير جدا ما كان متواجد في العام 78 و79 عندما وقعت مصر اتفاقياتي كان بديه في 78 ومعادة سلام إسرائيلية عام 79 وانفصت عن موحيطها العربي وأصبح هناك البديل الأمريكي هذا الأمر انتهى أيضا بشكل أو بآخر أصبح هناك أمر جديد أو مناخ جديد تطورات كبيرة جدا شهادتها القضية الفلسطينية في هذه الفترة جعلت هناك نوع من الحلول البديلة أو الطرح المصري الذي كان يتحدث عن حكم ذاتي للفلسطينيين وفق الاتفاقياتي كان بديفد انتهى بالتأكيد كانت هناك رؤية مصرية أيضا لتدخل أمريكي في الشأن المصري الذي كان نابع كما يقول الدكتور إدمون من المصالح أو الذي كان يحكمه المصالح بشكل أو بآخر المصالح الأمريكية فيما يتعلق بموقف موقف مصر بشكل أساسي ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن أيضا من المحيطها الدولي خاصة الأوروبا إلى جانبات المتحدة الأمريكية وهو ملف حقوق الإنسان الذي دائما ما كان يستدعى أوروبيا بشكل عام وأمريكيا بشكل خاص كلما كانت هناك ما ينغص فيه أو ما كانت تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن يكون مصدر قلق فيما اسألت علاقاتها بين الولايات المصر بشكل أساسي كل هذه الأمور بالتأكيد مسألة المعونات لم تكن بعيدة عن ذلك تخفيض المعونات العسكرية وتخفيض المعونات الاقتصادية كل هذه الأمور وسعي مصر أيضا في المقابل إلى أن هذه المعونات لم تكن أو من الممكن أن تستعيد عنها مصر في مرحلة من المراحل وبالتأكيد سعت بعض البلدان العربية في الخريق إلى تلك الاستعادة أو عوانات مصر على هذه الاستعادة بعد 30 يونيو 2013 تعاطفا بعد تعاطف الذي أبرزته جماعة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الأوروبية مع جماعة الإخوان المسلمين ومع ملف حقوق الإنسان أو ما كانت تسعى إليه بعض المنظمات الدولية متعلقة بهذا هيوما راية سووتش ومن غير ذلك وتقارير الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في بعض البلدان العالم ومن حالة المصرية كل هذه الأمور جعلها هناك زي ما سألقوا أن ذكرت لك محمد أن صانع القرار المصري يبدأ يفكر تفكير بالتأكيد أكثر استقلالية لم تعد العلاقات المصرية الأمريكية هي علاقات استراتيجية لم تعد مصر تنظر أو لم تعد حتى الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى زي ما كان يحدث في الملاقة القطبية إما معي أو إما علي لأن هناك تعادل أقطاب في المجتمع الدولي أصبحت هناك ألمانيا هناك الصين هناك الاتحاد الأوروبي هناك بريطانيا هناك إضافة إلى عودة الدب الروسي مرة أخرى بعد انهيار المنظومة الاشتراكية كل هذه الأمور جعلت هناك لا أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون غاضبة أو ستكون إذا كان هناك هذا طبعا ما أشار إلى أهتمام مصري أو علاقات مصرية مع أطمو دكتور عامر تتكلمنا كثيرا عن الهواجيس نريد أن نتكلم عن الطموعات لا فقط لأسؤال أنا في دكتور أدموني عندما يقول أن هناك قلق أمريكي من العلاقات الجديدة الروسية المصرية أنا شخصيا لا أؤمن أن هناك قلق أمريكي ولا أؤمن أساسا أن العلاقات المصرية الروسية أو الروسية العربية بشكل عام تنافس التواجد والنفوذ الأمريكي الموجود في المنطقة لا أعرف وجهة نظرك على الأقل في الزاوية المصرية لا هو كما يسمى نوع الديتيرنت نوع التوازن الردعي لأن لوجود العلاقة طيبة مع الجانبين يرضى على الآخر من أنه يضر بالموقف المصري هذا هو الحكمة من وجود علاقات متوازنة بالدلتين الأمريكا لا تقشى عن علاقات مصرية مع روسيا ولكن تعملها حساب بطبيعة الحال يعني حتى مثلا موضوعات أخرى بيكون لها حساب حسابات دقيقة لما تعلم أمريكا أن هناك طرف آخر يمكن أن يسد مكانها وأن يحل محلها هذا أمر مهم جدا بالنسبة للسياسة المصري لكن هل هناك طرف آخر باستطاعت أن يسد محلها يعني روسيا الجديدة ليست الاتحاد السوفيتي وبالتالي لا عرف مع وجود رئيس طموح مثل بوتين راجل يريد أن يعيد أمجاد الاتحاد السوفيتي ويريد أن يخلق كمبراطورية جديدة وهو ينافس أيضا الآن يعني إذا نظرت للمشاكل التي يتعرض لها طريقة التعامل مع محل تحاد السوفيتي آسف الروسيا لتعامل من منطق القوى الكبرى ومنطق يعني وواجب أن ينظر لها العالم الآن بهذا المنطلق ليست يعني ربما ليست اسمها تحاد السوفيتي ولكن يجب أن ينظر لها بنفس القوى التي كانت عليها في السابق فهذا أمر مهم لا نستخف بالقوى الروسية في هذه الأولى بالذات وفي حل الكثير من المشاكل أمريكا نفسها لم تستطع أن تحل الكثير من المشاكل تدخلت فيها روسيا وأوجدت لها سواء خطأ أو صواب ولكن استطعت أن تحل مشكلات كبيرة ومنها مثلا مشكلات سوريا لو لها روسيا هناك لما حلت وحل حلت المشكلة وقد يمكن الوضع أن يتفاقم أكثر هي موضوع توازنات مهمة ومهمة على مصر أن تلعب هذا الدور في التوازن بين الإسلام بطبيعة الحال أمريكا لن تخشى هذا ولكن تعمل لها حساب سيد مجدي في هذا الإطار هل بإمكان مصر طبعا كنا نتحدثت عن إمكانية أن تلعب مصر دورا خارجيا وهو يحتاج إلى إمكانات لكن أيضا حتى تلعب دور التوازن أيضا تحتاج إلى إمكانات وعادة من يلعب دور التوازن هي الدول الصغرى التي بإمكانها أن تلعب بين الكبار عندما تكون دولة كبرى كمصر الحركة ستكون مثقلة نوعا دحي أنا أنا ما أعتقدش أن الأمور يعني مشى في طريق إيجاد توازن أو اللعبة على أكثر من طرف أنا أعتقد أن الذي يحكم المسألة فيه ذهن الإدارة الحالية هو المصالح المتبادلة إذا كان لدي مصلحة مع روسيا في الحصول على لكن عادة الولايات المتحدة سابقا لم تكن لتسمح لدولة حليفة أن تفتح هذه علاقات على حسابها بمجدوجين مع الاتحاد السوفيتي أو مع روسيا أو مع صين أو حضرتك حضرتك عندك حيث هذا كان إدارة أخرى في زمن آخر وليس ما هو حدث الآن أنا أعتقد أن ما يحدث الآن هو النظر بشكل واضح للمصالح المتبادلة هناك ما نريده ويريدونه ربما نحن نريد أكثر مما يريدونهم ولكن كل طرف من الأطراف لديك معهم مصالح متبادلة وأمريكا تتعامل مع روسيا تتعامل مع الصين تتعامل مع كل ما يمكن أن تتصوروا خصما لها وربما تنقلب عليهم غدا ثم تقارب منهم ثانية بعد غد فيما يرى مصالحه ويتحرك وأعتقد أن الدل يحكم الإدارة المصرية حاليا ما نحن أعتقد أن مصر ما هي أو الحكومة أو الإدارة حالية لا ترى أن مصر في موقع يسمح لها بطرف تبني موقف عقيد أو عقائدي من العلاقات الخارجية وما أعتقد أن هذا حتى عملي ولا مفيد برضو الدكتور فهد كان أشار لمسألة أن روسيا ما هي الدولة الصغيرة التي تهمل ولا الصين ولا ألمانيا ولا الولايات المتحدة بطبيعة الحال سأحاول أن أنهي الكلام بما أشرت إليه من طموحات إلى أي مدى وهي طموحات مصرية نحن نكلم عن توجيش كثيرة حتى الآن كنتم محاط أنا عندي تفاؤل شديد بالفترة القادمة بطبيعة الحال الرئيس السيسي عندما يعاد انتخابه هذا أمر مفروغ منه وممكن يعتبر كنوع من البيعة ثانية له وطفويت شعبي آخر يترتب عليه أشياء أنا أتوقع حدوث انفراجات في كثير من الأشياء انفراجات في مجال تخفيف عن معاناة الفقراء معاناة الناس في المشاكل نحن في حلقة سابقة تحدثنا عن مشروع تحويل مصر إلى مركز لتوزيع الطاقة في العالم مشروع الطاقة ومشروعات الأخرى كلها فينتظر كثير من الانفراجات في هذه المجال بحيث يشعر الشعب بعضا مشكلة الشعب لا يشعر بالإنجازات كما قلت في الناحية وهنا الدور كما قلت أيضا الدور الإعلامي فأتمنى يعني صدور عدد من القرارات هي أيضا صادمة بالناحية الإيجابية ليست صادمة بالمعنى السلبي وتكون تحدث بفعل نقلة نوعية في حياة الشعب في الفترة الثانية من رئاسة الرئيس السيسي فتطلب قرارات برضو تكون شجاعة أيضا وكما لا نكون هناك خجل من موضوع مكافحة الإرهاب لأن يعني مش بالضرورة أقضي ما فيش دولة على تقضي على إرهاب مئة في المئة لا داعي الاستحياء من عدم القضاء عليها في فترة معينة لهذا موجود في كل حتة موجود في كل شعب فيجب أن يصل في النظر أيضا إلى قضايا مهمة قضايا تمثل الشعب الشعب يتحمل الكثير وبحاجة إلى نوع من الانفراجة ولو على حساب بعض المشروعات الطموحة لأن كما قلت في السابق لم يكن مقبولا الحلول السهلة والحلول القديمة الدعم للناس وإن عشهم في الفترة القصيرة لكن الآن أعتقد أن الوضع أفضل كثيرا ويمكنه من اتخاذ هذه القرارات انفراج إعلامي انفراج في مجال الحريات أشياء كثيرة تتوقع في المرحلة القادمة تحقق طموحات مصر مع تعاون الجميع مع تعاون الشعب مع زيادة الإنتاجية بل كل تحمل المسؤولية نقاش هذا المساء انتهى عندنا هنا في البرنامج طبعا النقاش مستمر في مصر خصوصا في مرحلة الانتخابات الحالية أشكر من القاهرة دكتور عمر هاشم ربيع بذكر بأن هنا المدير مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية أشكر أيضا من واشنطن الضيف الذي كان معنا دكتور أدمون غريب وهو أستاذ علوم العلاقات السياسية وأشكر دكتور فؤاد عبد الرازق العالمي المصري والأستاذ مجدي موسى كانوا معنا هنا من لندن شكرا لانتباهكم إلى اللقاء إلى الأسبوع الماضي شكرا اشتركوا في القناة